من إسبوعين ثلاثة كان معنا هنا رئيس الاتحاد الماصر لكرة اليد واتكلمنا على رؤية مستقبلية واستعدادات البطولة بتاعت السنة دي هتتلعب بكرة هتبدأ بكرة إن شاء الله في ألمانيا وفي كوبينهاجن مجموعاتنا هتلعب في كوبينهاجن فإحنا بنش بنتكلم على بطولة حالية بنتكلم كمان على بطولة مستقبلية وهتنظم هنا على المستوى الفني لما البلد المضيف بيوصل للمراحل النهائية ده بيضمن النجاح الكامل للبطولة عايز أعرف بقى يعني رؤية حرك بقى من خلال بقى خبرتك يعني في مجال الكورة منتخبنا على المستوى الفني قادر إنه يصل للمهائية زي ما وصل آخر مرة في النهائي مع الكاميرون الحقيقة في المربع وأجيري ممكن يكون فكره إزاي خلال الفترة الجاية واستقدام لعيبة جديدة أو حتى يكون فيه شكل مختلف للفرق هو أجيري محظوظ ريمان دول إن اللعيبة كلها المحترفين بالموجودين اللي هم مقاهلين للاحتراف برضه تبقى عنده قاعدة عريضة جدا يقدر يترجم فيها شكل غير الشكل اللي كان موجود قبل كده فهو أعتقد التجارب اللي عملها من 3-4 ماتشاط اللي تلاعبوا قبل كده غير الماتشاط اللي هتتلاعب طبعا الودية والمساحة اللي حياخدها غير ماتشاط الدولي اللي بتمسمح له بيتفرج على لعيبة كويسة جدا يعني إمارح أنت تتفرج على مباراة بين المصري و المصري شوفنا لعيبة كتيرة شوفنا لعيبة خدت عينينا يعني في لعبة كتير قوي تستطيع أنها تنافس وتبقى لها الدور الأساسي أو الدور البديل الجايد يعني فأعتقد أنه بإذن الله فيه 4-5 فرق ومن أكبر 4 فرق مصري من ضمنها يعني بأنت أكيد السيمي فاينال والفاينال إن شاء الله يكون المكتوب لك بإذن الله الله أمين اشتركوا في القناة